ارغم غيابه عن الملاعب منذ ثلاث جوالات بسبب العقوبة الا ان نجم مولودية الجزائر والمنتخب الوطني يوسف بليلي عاد بقوة وامضى هدفا عالميا عشية اليوم وجاء هدف بليلي مع نادي مولودية الجزائر في خرجته التي قادته الى الصورة حيث سجل هدفا خرافيا في الشوطة الاول من المباراة وبالضبط في الدقيقة التاسعة والعشرين ذكر الجماهير التي شهدت الهدف بهدفه العالمي في مرمى منتخب المغرب مستغلا كرة مرتدة من حارس الفريق الخصم الذي خرج لابعاد الكرة لتجد يوسف بليلي الذي صوبها دون انتظار نحو الشباك من خارج منطقة العمليات واستدمت الكرة بالعارضة الافقية قبل ان تدخل الشباك في لقطة اثارت شكوك الكثير من المتابعين الذين قالوا انها لم تتخطى خط المرمى لكن باعادة اللقطة تتبين ان كرة بليلي تخطت حقا خط المرمى وبذلك الهدف صحيح وشرعه واحتفل بليلي بطريقة جنونية بعد تسجيله الهدف وكأنه يمرر رسائل كثيرة لكل من انتقده او لطاقم الفني للمنتخب الجزائري ليقول لبيتكوفيتش رغم انك لم تستدعني لمبارتي بوليفيا وجنوب افريقيا الا انني هنا ولم انتهي بعد وقادر على تقديم الاضافة للخضر ما رأيكم في هدف بليلي اليوم شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد